موسيقى مساء الخير ما بعد القصير مثل ما قبلها وحيث يجب أن نكون سنكون تلك حدود حزب الله المفتوحة في سوريا التي قاربها السيد حسن نصر الله بتوقعات فوق السطور تتنبأ بأن المشروع ضد سوريا بدأ يهزم خطاب نصر الله في يوم الجريح ترفع فيه عن كل الجراح وتحديدا الطائفية منها حيث تقابل الآراء بفتاوى النحر والقتل والتكفير والاعتداء الجسدي ولم يقل لهم أحد محلى الكحل بعيونك نصر الله الذي حرم الرصاص الابتهاجي على أي حدث مستطلع عن الفتاوى الإيرانية والعراقية الشرعية في هذا الشأن أعلن أن حادث مقتل الشاب المظلوم أمام مبنى السفارة الإيرانية مرفوض كليا وأن حق هذا الشاب يجب أن لا يضيع معلنا في الوقت نفسه عن عمل استخباري أعلامي يجري يوميا للإيقاع بين السنة والشيعة في البقاع معتبرا أن اتهام عرسال بإطلاق الصواريخ هو شائعات كاذبة فالصواريخ التي تسقط على مناطق البقاع مصدرها مجموعات مسلحة في سوريا وهذا يستلزم معالجة وسوف نجد له حلا على مستوى القتال في سوريا تحدث نصر الله عن عشرات آلاف من الذين يؤتى بهم إلى سوريا من أنحاء العالم واستغرب كيف ترسل دول عربية ليس لديها مؤسسات حكم ولا انتخابات ولا دستور آلاف المقاتلين إلى سوريا من أجل الإصلاح وأعلن أن حزب الله آخر المتدخلين في سوريا فقد سبقونا مسميا بالاسم تيار المستقبل وأحزابا وتيارات لبنانية وأضاف لو تدخلنا في سوريا إلى جانب المعارضة لكنا رفعنا على رؤوس الأشهاد وحلت عنا الفضائيات العربية لكننا نحن لا نرسل شبابنا إلى سوريا ونزعم أننا نوزع الحليب والبطانيات ولا ندفن شبابنا في سوريا ونقوم على إسكاة الأهل في لبنان فعندما نقاتل لا نختبئ ونمشي في الجنائز في وضح النهار خطاب نصر الله إذن تعبئة تهدوية على التشنج المذهبي وترقيد لجمهور المقاومة منعا للاندفاع حيال أي رد فعل طائفي فنحن ذاهبون إلى مكان نعرف كل تبعاته ومستعدون لتحملها وليس لنا منتسبون إلى حزب الله في دول الخليج ولا مشاريع على أرضها ولوائح الإرهاب تزيدنا قناعة بموقفنا تهدئة للنفوس ولكن لا طمأنينة لأي نفس عربية أو دولية بوقف القتال في سوريا وهو ما تركه نصر الله حيث تدعو الحاجة جمهور السيد الذي سيلتزم تحريم الرصاص أطلق النار ابتهاجاً على الفتوى والناس اللي قاموا قيامتهم على حزب الله لأنه اتدخل نحن آخر المتدخلين سبقونا طيار المستقبل وأحزاب لبنانية بديش سميها وقوى لبنانية بديش سميها ودول وجماعات وأحزاب ومنظمات وتنظيمات نحن آخر المتدخلين عنوان معارضة سورية مسلحة وفي عشرات الآلاف أنا بحطاط بقول عشرات الآلاف الله أعلم أدي العدد في حكي بالمئة ألف أكثر مئة ألف من الذين جاءوا ومن الذين جيئ بهم من كل أنحاء العالم هل لحد يريد أن يعنعنا أنه في دول عربية ودول بالعالم الإسلامي ما عندها لا انتخابات ولا عندها ديمقراطية ولا عندها دستور أصلا ولا عندها مؤسسات حكم هي عم تبعث أبناء بلدها وتملهم تسهيلات تعطيهم الفلوس وضمانات إلى سوريا من أجل الانتخابات والديمقراطية والإصلاح أو أنه في شيء تاني طيب إذن في جبهة من هذا النوع العالم جاي عم بيقاتل بسوريا عم بيقاتل هذا النظام وهذا الجزء من الشعب السوري العالم جاي عم بيقاتل بأمواله بفلوسه بسلاحه بإعلامه حتى هاي كذب التسليح المعارضة ما ماشي التسليح من زمان طيب طلعنا نحنا هيك واضح في ناس وبعد مضي ما يقارب العامين أو ما يزيد على عامين هن مصرين مكملين بها المعركة لو بدت تدمر سوريا ويندبح الشعب السوري المهم أن يسقط هذا النظام وأن يتغير موقع سوريا السياسي والإقليمي ويريت البديل بدو يجي نظام سياسي نظام البديل البديل هو الفوضى البديل هو حكم هذه الجماعات التي تنحر وتذبح وتقتل وا 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 إلى آخر نحنا ما رح نتخبينا في ناس عطبوا علينا قال طيب يا خيبة تكون تقاتلوا بسوريا بسيش بكتعلنوا بكل صراحة بكل صراحة نحنا ما منبعد شبابنا على سوريا ومنقول عم نوزع حليب وبطانيات وإذا نقتلوا ومندفنهم بسوريا ومنسكت أهلهم بلبنان أنه بكرة والله بده يجي يهددنا باللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج أنا أحب لكم منتسبين لحزب الله ما فيه بدول الخليج أصلا أنتوا بتصدقوا أنه من منتسب لحزب الله بيعطوه إقامة بدول الخليج من زمين إذا تقدم تضحيات لمواجهة هذا المشروع وإسقاط هذا المشروع سواء كانت هالتضحيات شهدة أو جرحة أو نزلت على روسنا صواريخ بالإبقاءة أو بالضاحية أو قتل منا أناس مظلومون أو بسبب موقفنا وموقف المواجهة ظلم ناس في هذه الدولة الخليجية أو تلك الدولة العربية أنا أقول لكم إسقاط هذا المشروع الخطير جدا جدا على أوطاننا وعلى مقدساتنا وعلى شعوبنا هو أضخم بكثير من أي تضحيات يمكن أن تقدم ويجب أن نتحمل هذه التضحيات أمين هون حدا بيظن أن وضعنا على لوائح العرهاب وأن تهديدنا باللبنانيين وأن الاعتداء على أي شكل من أشكال الاعتداء في الداخل والخارج يمكن أن يغير من موقفنا هو مشتبه بل أقول لكم مثل ما حكيت عن الشتم والزب هو يزيدنا قناعة بأن موقفنا صح ومسارنا صح رؤيتنا صح وموقعنا صح وتستحق التضحية الزميل رامز القاضي يجول في مدينة حمص ويطلع على الأوضاع هناك التفاصيل في هذا التقرير الطريق إلى ريف حمص الشمالي تمر بحمص القديمة تعبير استخدمه أحد الضباط المشرفين على العملية العسكرية للجيش السوري في المدينة لاستعادة الأحياء التي لا يزال يسيطر عليها المسلحون المعارضون قبل الدخول إلى تلبيسة والرستان في نقطة أساسية هون قتال المسلحين اللي هن متحصنين داخل حمص القديم اللي هي كلية بناء قديم وبناء أسر قديم بيعتمدوا هنن على تحصين الزاتي اللي هو مشمول بالأبن وطبيعة القتال لفرضة نفسها عليهم وعلينا كمان بنفس الوقت هنن بيعتمدوا بقتال على القناصين نحن منعتمد على أسلوب مختلف تماما هو أسلوب المباغة وأسلوب المفاجأة زائد أسلوب التسلل وحرب العصابات بكل معنى الكلمة هنا في بابهود في غربي المدينة دارت معارك قاسية نجح فيها الجيش السوري بأحكام سيطرته واستعارة مركز ثقل للمسلحين في الشهور السابقة إذن هذا الشارع هو شارع الخندق الذي يفصلنا عن حمص القديمة حيث تتركز الآن العمليات العسكرية بشكل أساسي وبتشير يعني بحسب ما تظهر هذه الصور إلى ضراوة المعارك التي شهدها هذا الشارع من أجل السيطرة عليه من قبل الجيش السوري باليوم اللي دخل في الجيش العربي السوري لنقطة هاي بتحديدا حصل اشتباك ما بين جبهة النصرة وبين الجيش الحر القطاع كان هون على ما يبدو للجيش ما يسمى الجيش الحر أو حصابات الجيش الحر لكن جبهة النصرة على ما يبدو دحرتهم أو قتلتهم وصار خلاف بيناتهم رهيب حتى صار صد اطلاق الرصاص بيناتهم وقتل واحد قتل يعني مو بالرصاص قتل ظلوا يمارسوا معه أساليب التعذيب حتى قتل تماما هذا على مسمع مننا تماما يعني وكان بالبناء الخلف هذا تماما يعني هذه الشغلة واقعية حصلت على مسامعنا تماما كان على خلاف على ما يبدو اختلفوا على الجهة اللي خلت الجيش العربي السوري يدخل لهون هنن ما عرفانين طريقة نحن باغتناهم ما شافونا إلا بيناتهم فكانت عملية ناجحة تم الدخول إليهم من ثلاث محاور كان المحور الرئيسي للدخول هوهم الجهائي خلف هذه المباني تقع الخالدية والحمدية وجورة الشياح التي تحصل فيها اشتباكات عنيفة نظرا إلى المباني المتلاصقة وهي بغالبيتها من الأبنية التراثية سواتر ترابية ودمار كبير في مدينة حمص تشير إلى ضراوة المعارك وحرب المدن التي شهدتها هذه المدينة ولسي ما هنا عند أطراف حمص القديمة الدمار كبير في الأحياء المشرفة على حمص القديمة تشير إلى ضراوة المعارك التي شهدتها لكن ما عزز موقف الجيش السوري على المسلحين هو تطويقه هذه المنطقة ولكن تقول مصادره أنه حاذرت ما استدعى تنفيذ عمليات قدم دقيقة يقول الجيش السوري أن ثمانين في المائة من مدينة حمص أصبحت تحت سيطرته في مقابل عشرين في المائة فقط في حمص القديمة هي تحت سيطرة المعارضة المسلحة ويقول أيضا مصادر الجيش السوري أن انطلاقا من حمص ستبدأ أيضا عملية استرجاع الرسن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي من مدينة حمص رامز القاضي قناة الجديد حي الميدان في حمص حياة وأولاد يلهون في الشارع تحقيق رامز القاضي ربما أغرب شيء في حرب المدن هي أن الموت والحياة يتجاوران ففي حمص مثلا هذه يكفي أن تجتاز الشارع لتنتقل من سواتر ترابية ورصاص ودمار إلى شارع آخر سنشاهد معا في الكاميرا أن الحياة لا تزال تدب فيه في حمص مشهد يستوقفك هو إصرار عدد كبير من المدنيين على البقاء في منازلهم التي لا تبعد سوى كيلومترات معدودة عن خط النار فهنا في حي الميدان يبدو سكان هذا الحي قد اعتادوا بأطفالهم ونسائهم على أصوات الرصاص والقذائف مفضلين البقاء على الرحيل والله أعدين ببيتنا وما تحرك من محلنا وهي الشباب هنا كمان يعني أخذين محلون بجادي وأمن وأمان أنتم ما فليتوا منهم وين الروح؟ قاعدين ببيتنا والله ما مطلع إذا ما مقلف الأمر تخاف على أولادك لأنه مش بعيد كتير العظيم في شارع عطاعة شارع والله المسلم الله عجلة الحياة تشعر أنها للحظات لا تزال كالمعتاد لو لا أصوات القذائف والانفجارات التي تنبهك إلى أنك لا تزال في منطقة توتر لكن الأطفال يستمرون وكأن شيئا لم يكن مش شايف هذا الشيء في رصاص وفي أصف ومش خايف؟ لا مرحب مش خايف مع الجيش ما أحد يخاف وعم تلعف تبقى؟ طبعا يراهن السوريون في حمص على إرادة الحياة ومستقبل أفضل يبنون فيه مدينتهم ويعيدونها كما كانت من مدينة حمص رامز القاضي قناة الجديد الإيرانيون انتخبوا اليوم رئيسا للبلاد خلفا لمحمود أحمد نجاد وسط دعوات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي إلى المشاركة بكثافة من أجل مستقبل البلاد في أكثر لحظات المنطقة حرجا حل موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية ومنذ الصباح الباكر فتحت مراكز الاقتراع أمام الإيرانيين الذين توجهوا لاختيار خلف للرئيس محمود أحمد نجاد واستطرقوا بمبالغ لنسبة المشاركة التي تحدد صحة الرهان العالمي على تشرذم الشارع الداخلي في إيران المرشد الأعلى للجمهورية كان من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم في تأكيد على دعوته إلى مشاركة كثيفة في انتخابات تحدد مستقبل البلاد أمريكا ليشارك الشعب الإيراني لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد ازدهار البلاد وسعادتها يتوقفان على اختياركم الشخص الصالح ومشاركتكم في الانتخابات العداء يحاولون ردع الناخبين عن التصويت وأحباط عزمتهم الشخص الصالح الذي تحدث عنه المرشد سيكون واحدا من ستة مرشحين يخوضون سباقا انتخابيا ساخنا يتصدرهم ثلاثة محافظين هم رئيس بلدية طهران المعروف بالمحافظ المعتدل محمد باقر قليباف وكبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي ووسطي هو السياسي حسن روحاني أما المرشحان الآخران فهما نائب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ووزير النفط السابق محمد غردي أمور كثيرة تجمع بين المتنافسين على سدة الرئاسة وأمور كثيرة تفرقهم إذ يشترك المرشحون الستة في الولاء للنظام الإسلامي ونظرية ولاية الفقه والأهم أنهم يشتركون في الحرب العراقية الإيرانية التي تسمى الدفاع المقدس سواء كجنود أو قادة أو مسؤولين وكانت المشاركة في هذه الحرب وما زالت أحد مؤهلات الترقي والوصول إلى الوظائف العليا للدولة الإيرانية وأحدى العلامات التي لا تمحى من الذاكرة الإيرانية أما ما يفرقهم فهو مقاربتهم للضائقة الاقتصادية في البلاد فضلا عن درجة الانفتاح على الخارج والملف النووي الشائك ومع ذلك لا تعد العاصمة مؤشرا نهائيا بالضرورة على اتجاهات الأرياف كلها ما يبقى الاحتمالات مفتوحة على مصرعها وأدل الإيرانيون في لبنان بأصواتهم وكان في مقدمتهم السفير الإيراني في بيروت غدا فرق أبادي نحن نشهد إقبالا كثيفا من جانب الجالية الإيرانية هنا في لبنان ولأجل تسحيل الأمور لهم نحن قمنا بتعسيد ثلاثة مراكز وكذلك في سوريا حيث شارك السفير الإيراني لدى دمشق محمد رضا شيباني ما في تغيير تغيير جوهرية للسياسة الخارجية وستستمر الموقف الإيراني حول قضايا المنطقة وحول مواجهة المخططات والمؤامرات الكيان السهيوني وكمان حول الدعم المحور المقاومة ستستمر بكل قوة من جهتها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما راهنت على الشارع الإيراني فقد شككت مسبقا في نزاهة الانتخابات وإن كانت توقعت عدم التغيير في مقاربة الملف النووي تضيع صلاحيات الرئيس الإيراني إذا عبات السلطة الدينية العليا في الجمهورية الإسلامية في إيران فما هي الأطر الدستورية لعمل الرئيس وأين تنتهي حدوده تحقيق للزميلة هيفا زعيتر كثيرا ما أثرت صلاحيات الرئيس الإيراني بموازات سلطة المرشد الأعلى للجمهورية تساؤلات عدة فريق يحاول التهوين منها وآخر يهول بها وبين الاثنين تكمن خصوصية الانتخابات الإيرانية اختلاف فريد تحظى به الجمهورية الإسلامية في إيران من حيث الإطار الدستوري فهي تجمع بين النظام الرئاسي حيث المؤسسات المنتخبة من الشعب مباشرة وبين موقع مرشد الجمهورية وهو المؤسسة الدينية المنتخبة من العلماء وفيما يحتفظ المرشد وهو السلطة الأعلى بصلاحيات دستورية يحظى رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية مهمة أبرزها توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التخطيط القومي وتعين السكرتير مجلس الأمن القومي الذي يتولى التنصيق بين رسم السياسة الخارجية بتوجيهات من مرشد الجمهورية ورئاسة الجمهورية وضع الموازنة العامة والإشراف على التوظيف في جهاز الدولة تعين الوزراء والمحافظين والسفراء مع العلم أن كل هذه التعينات تحتاج إلى موافقة البرلمان لتصبح نافذة وعلى خلاف الجمهوريات الأخرى لا يتحكم رئيس جمهورية إيران وحده في السياسة الخارجية ولا في القوات المسلحة أو الملف النووي فهذه الأمور الأساسية كلها تدخل في نطاق صلاحيات المرشد وينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يحتفظ بمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين رئاسيتين على التوالي ويحتاج رئيس الجمهورية إلى الغالبية البسيطة للأصوات وهي 50% إضافة إلى صوت واحد وفي حال الدخول في جولة للإعادة بين مرشحين اثنين حزاء على أعلى الأصوات يفوز من يحقق هذه الغالبية وفيما يجمع المرشحون الإيرانيون على التزامهم ولاية الفقه وإيديولوجية الثورة ما يجعل تأثيرهم في السياسات الخارجية والقضايا الكبرى محدودا إلا أن كل منهم يظل رقما مهما في المعادلة الإيرانية وله طابعه المميز في سير السياسات العامة للبلاد وهو ما ظهر في فترات رئاسة محمد خاتمي بين عام 97 و2005 التي استثمر فيها موقعه للدفع باتجاه فتاح سياسي واقتصادي وبين محمود أحمد نجاد بين عامي 2005 و2013 والذي وصل إلى حد الاستضام بالمرشد في مواقف عدة واشنطن تقرر تسليح المعارضة السورية روسيا تصف الأمر بأنه تقويض لجهود مؤتمر جناف اثنان وأوروبا تعارض أثار قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليح المعارضة بعدما ثبت لدى الإدارة الأمريكية استعمال النظام السوري للأسلحة الكيموية ردود فعل دولية دمشق اتهمت الولايات المتحدة بالكذب بشأن استخدامها للأسلحة الكيموية ورأت أن واشنطن تتذرع بذلك للتدخل في سوريا وهو موقف تشاطرها فيه القيادة الروسية بقولها على لسان مساعد للرئيس الروسي أن واشنطن أطلعتها على معلومات استخدام أسلحة كيموية لكنه وصف هذه المعلومات بغير المقنعة فرنسا قالت أنه من غير المرجح إنشاء منطقة حضر جوي فوق سوريا في الوقت الحالي بسبب معاددة بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو المشكلة مع هذا النوع من الإجراءات هو أنه لا يمكن تنفيذه من دون موافقة المجتمع الدولي ومن جهته رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أندريس فوكرا سموسن ببيان واشنطن الذي وصفه بالواضح بشأن استخدام النظام السوري أسلحة كيموية وامتنع في الوقت نفسه عن التعليق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم السلاح للمعارضة السورية على دمشق السماح للأمم المتحدة بالتحقيق ميدانيا في هذه المعلومات إن استخدام أسلحة كيموية غير مقبولة على الإطلاق أضع النظام والمعارضة إلى التوقف عن سفت الدماء والاستجابة للمبادرة الأمريكية الروسية بشأن عقد مؤتمر دولي إن الناتو ضد استخدام كل أسلحة الدمار الشامل هذا وأعلنت بريطانيا أنها تتفق مع تقييم الولايات المتحدة معلنة إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن تسليح المعارضة وأعلن المتحدث باسم الرئيس الحكومة ديفيد كاميرون إن بريطانيا غير مستعدة بعد لتسليح المعارضة السورية لكنها لا تستبعد فرض منطقة حضر جوي أو أي إجراء آخر وكانت وكالة رويتلز قد نقلت عن ديبلوماسيين غربيين وصفتهما بالكبيرين في تركيا قولهما إن الولايات المتحدة تدرس فرض منطقة حضر جوي محدودة من حيث الزمن والمساحة في سوريا يحتمل أن تكون بالقرب من الحدود الجنوبية مع الأردن وذلك لمساعدة المعارضة السورية هناك من جهتها أعلنت ألمانيا أنها أخذت علما وتحترم القرار الأمريكي بدعم مقاتلي المعارضة في سوريا عسكريا لكنها أكدت أنها لن تسلمها أسلحة الامتحانات الرسمية في موعدها على رغم أنف التوترات الأمنية ووزارة التربية جهزت مراكز للامتحانات بعيدة من أماكن التوترات تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس بذارعة الوضع الأمني المتأزم وتجنب انفجاره تجمدت الحياة السياسية في البلاد فطارت الانتخابات النيابية ودخلت البلاد في شلل سياسي تام هذا الوضع الأمني المتنقل من الشمال إلى البقاع لم يجده القيمون عثرة تعرقل إجراء الامتحانات الرسمية لأكثر من مائة ألف طالب لبناني فحددوا الثاني والعشرين من الجاري موعداً لامتحانات طلاب شهادة البروفي والسابع والعشرين لطلاب شهادة الثانوية العامة فكيف يستعد الطلاب لهذا الاستحقاق التربوي لسيما طلاب المناطق الساخنة ما فيه جوة امتحانات كيف الوحا بيبقى توتر بصي يعمل امتحان كيف بدي يعمل خايفان الأوضاع الأمنية شو بيصير مثل بطرابلوس والبقاع حتى الأهل بيخافوا علينا هلأ بخايفانين كيف نروح نقدم نحن تم اختيار كل مراكز الامتحانات بكل المناطق بشكل أنه بعيدة عن أي منطقة ممكن من قريب أو من بعيدة شكل حالة أمنية نطالب وزير التربية أنه يلغي الامتحانات قوي أجل الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية بالبلد نتمنى هالقد كتير جايحسين لهالامتحانات فمنتمنى من وزير التربية سبمدد لنا شوية الوقت لحتى ندرسها البروغرام خلصنا بس مو معنى وقت من نحن المراجعة يعني كل السنة هذيك السنة كمان كنا عم أدل كمان الشهيدة سقطنا هذيك السنة بسبب هذي الأوضاع أحب تطمن الطلاب يركزوا على دروسهم وينسوا كل الأمور الثانية لأنه يعني شهدتهم هي جواز السفر بالحياة بيقدر يأجل الانتخابات طويلة عريدة بيقدر يأجل الامتحانات رسمية يعني مش منها أزمة كبيرة وأمن طلابنا بيهمنا ممكن أكثر من أمن نوابنا بعثين دائرة الامتحانات في وزارة التربية أتمت الاستعدادات اللوجستية في جميع مراكز الامتحانات وقد خصت طرابلس بستة وعشرين مركزا للشهادة المتوسطة وثلاثة عشر للثانوية العامة واعتمدت مراكز جديدة بعيدة من مناطق الاشتباكات في الميناء وأبي سمراء وزغرته أما البقاع فخصته بثلاثة وأربعين مركزا للشهادة المتوسطة وسبعة عشر للثانوية العامة وجميعها بعيدة من أماكن سقوط الصواريخ بالنسبة لنا سلامة الطلاب هي أولوية ولا سمح الله في بعض الطلاب لأسباب أمنية ما قدروا يصل لمركز الامتحان بنعالج هذا الموضوع بوقته وعلى أمل أن تمر الامتحانات بسلام وأمان في المناطق المتوترة كما يأمل الوزير تبقى مسألة مقاطعة التصحيح التي يلوح بها الأساتذة ورقة ضغط كي يقضي الله أمرا كان مفعولا على مسافة أيام قليلة من بدء الامتحانات الرسمية في لبنان بات مؤكدا أن الامتحانات لن تصاب بعدوى الانتخابات ولكن في بلد المفاجآت هل ستسلك الامتحانات في المناطق الحامية أمنيا وتجرى في موعدها؟ داريند عبوس قناة جديد ديوان المحاسبة يباشر التحقيق في أسباب تعطل الباخرة فاطمة جول وتوقفها مدة عن إنتاج الكهرباء ورئيس اللجنة القاضي رمز نهرة يشدد على أهمية السرية في مسار التحقيق استهلت اللجنة التي شكلها رئيس ديوان المحاسبة القاضي عون رمضان للتحقيق في أسباب تعطل الباخرة التركية فاطمة جول الراسية في معمل الزوق الحراري عملها بجولة في أرجاء الباخرة بمعاية فريق من الخبراء والاختصاصيين في مجال توليد الطاقة والنفط والمعلوماتية جولة اللجنة وفريق الخبراء شملت أقصام الباخرة المختلفة لا سيما مع عمل الإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية ومراكز الصيانة وأجهزة الرصد والتطقيق والسلام العامة واجتمعت اللجنة مع مسؤولي الباخرة ومهندسين من مؤسسة كهرباء لبنان للوقوف على أسباب توقف الباخرة عن إنتاج الطاقة لفترة امتدت نحو شهرين بعد ذلك عقد رئيس لجنة التحقيق القاضي رمزي نهرة مؤتمرا صحافيا شرح فيه أهمية دور ديوان المحاسبة في مجال متابعة التحقيق في كل الأمور التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على المال العام وغيره من الأمور القانونية والإدارية نحن كالجنة قضائية لا يمكننا أن نفسح عن أعمالنا طلعنا على المولدات على اللوحات الإلكترونية على وضع الباخرة حاليا ليش توقفت عن العمل ومنوعدكم ومنوعد الرأي العام أنه يكون عندنا تقرير مفصل بالنتيجة عن وضع الباخرة ككل وعن سبب توقفها وعن كل شيء بهم الرأي العام بأقرب فرصة تنقدر نطلع على تقرير القبرى ونطلع على العقد ونعمل تقريرنا أكتر من هيك ما فينا نحكي بتحقيق سري عند صدور النتيجة بأقرب فرصة ممكن كل جهدنا وجهد الدوان وجهد الرئيس عوني رمضان رح ينصب على بتبيين هالحقيقة ضمت اللجنة إلى القاضي نهرة القاضية لينا حايك والمدقق أول ضياء نور الدين والمراقبة الأولى مريم الحجار وزعت الدائرة الإعلامية في حزب الله قرصا مدمجا يظهر مشاهد لرفع راية الإمام الحسين على مسجد الإمام الحسن المجتبة في القصير وليس على جامع الخليفة عمر بن الخطاب الذي يبعد كيلومترات عديدة وكان سيد حسن نصر الله قد تحدث عن هذا الموضوع في خطابه هذه الليلة وكيف أن فضائيات عربية ومواقع كثيرة تحدثت عن هذه الصور وقالت أن هذه الراية رفعت على جامع عمر بن الخطاب مشيرة إلى أن هذه المعلومة كاذبة وليس فقط خاطئة وأن في القصير سكانا شيعة ولديهم مسجد الإمام الحسن شكرا ترينتس يستطلع رأي الجمهور في سبب التحول في حياة فضل شاكر وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوئي برح بعض عرض مقابلة فضل شاكر مع الزميل يومنا فواز فقرة ترينتس طرحت سؤال على تويتر وهو شو برأيك دافع فضل شاكر لترك الحياة اللي كان بعيشها واختياره هذا النهج الإجابات كنا عم نتلاقاها على هاشتاك ترينتس فضل وكان في عدد كتير كبير من المشاركات اخترنا أبرزها وطبعا استثنان المشاركات اللي ما احترمت أصول التخاطب واللاياءات أوس شامي قال لو فضل شاكر يتمتع بنضج وثقافة وفهمه للدين بشكل صحيح والتميز الجيد لما رأيناه يتفوه بشكل مذهبي مقيد المغردة ميسون همدر كتبت كان بده يتحول من إنسان عادي شبه معدوم ما قبل الفن إلى زعيم في الدنيا طمعا بالآخرة بلطجة لونا كان رأيه أنه فضل يريد الاقتراب من الله والتكفير عن الذنوب قال زين علاء فضل شاكر يعاني من خلل نشأوي في تحديد انتمائه وشخصيته يتأرجح بين الرقيق المتمدن والهمجي المتعصب سيتأرجح مشددا لا شك بذلك الزميلة رواسابة كتبت فضل طول عمره عنده نأمة على أجواء الفن تصريحه ببرنامج على الباب يا شباب بعد لهلأ الصحافة تحكي عنه الفن وسخ وبمنع بنتي تغني الصحافة مروان متنى بحسب رأيه أن التغيير عن فضل هو رد تفعل على المجازر والعنف ضد مدنيين عزل في بداية الثورة في سوريا لينا كان رأيه أن السبب هو فشل في التعايش مع الحياة العصرية وإيجاد ذاته بالمجتمع وضعف الثقة بالذات كلهم تحولوا لتعصب أبو حمزة ربيع قال إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء أفلح إن صدق عبد القادر با يعتبر أنه يبحث عن سعادة داخلية وأرضاء النفس والارتياح أبو حسام كتب فضل لم يكن يوما بعيدا عن هذا الجو ولا طوالما سمعنا عن صراعاته عدا عن تاريخ شقيقه والمحيطين به أما موسى رأيه كان واضح من تصريحاتي أنه لم يتب لله بل تظاهر بالتوبة لتكون غطاء للكره الذي يحمله للشيعة هذه هي عقيدتهم ونهجهم الشيعة هم العدو زانب سلام قالت لأنه مش موزون اجتماعيا طول عمره منغلق يعني باختصار عقد نفسية جاد ياسين كتب يمكن الجو الطائفي والشحن المذهبي بالبلد أثر فيه أما أحمد ياسين فغرد بقول ليس هذا بجديد على فضل لطالما اختلف مع فنانين لأسباب مذهبية مع أيمن ذبيب كمثال أما الزميل يمنى فوازا لأجرة مقابلة فكان رأيه بتغريده أعتقد الحنين إلى الأصل فهو يشبه اليوم ما كان عليه قبل أن يصبح فنانا فضل تربى إسلاميا يعني رجع لأصله مع هذه التغريد منوصل لا ختم فقارتنا لليوم رئيس الجمهورية يوقع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وأحاله إلى المجلس النيابي لمناقشته ودرسه وفي نشاطه عرض سليمان مع النائب عماد الحوت للأوضاع السياسية السائدة راهنا على الساحة الداخلية واستقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق ميشيل إدي وبحث معه في التطورات وفي عمل مؤسسة الانتشار التي يرأسها إدي في إعادة تواصل المغتربين مع وطنهم الأم وربطهم به من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر على عمل المجلس في هذه المرحلة وزارب عبدة رئيس الجامعة العالمية الكندية في موريال ميشيل باتري ومعه عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس الكسليك الدكتور نعم عزوري حيث جرى إطلاع رئيس الجمهورية على التعاون القائم بين الجامعتين وخطط تطويره مستقبلا وزارب عبدة كذلك سفير المكسيك لدى لبنان خرخي ألفاريز موضعا لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في بيروت وتقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية منحه الرئيس وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة شدد قائد الجيش العماد جانقهوجي في خلال لقائه أركان قيادة الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية والوحدات الكبرى على وجوب مواكبة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان بأقصى درجات اليقظى والجاهزية وبمضاعفة الجهود والتضحيات لقطع دابر الفتنة البغيضة والحفاظ على المكتسبات الوطنية مشيرا إلى أن تمسك الجيش والصموده أمام التحديات والأخطار هما الضمانة المؤكدة لعدم عودة عقارب الساعة إلى الوراء وإدخال لبنان مجددا في أتون الصراعات الدولية والإقليمية ودعا قهوجي الوحدات العسكرية إلى عدم التهاون مع أي اعتداء يطاول أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتدخل الفوري لحسم الإشكالات الأمنية وتوقيف المتورطين فيها على صعيد متصل استقبل قهوجي سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيكوريست وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال باولو سيرا وجرى البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وفي تطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية لسيما الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية في احتفال تدشير طريق بعبدال ترشيش النائب ميشيل عون يؤكد أنه يعارض التدخل في سوريا ولا يعارض الدفاع عن حدود لبنان والوزير غازي العريض ينفي اتهام وزارته بتسلم مبلغ 4 مليارات ليرة انتقد رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن نائب ميشيل عون موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نأى بنفسه وترك الحدود من دون ضوابط مذكرا إياه بأن عكار وترابلس وعرسال هي من لبنان وليس من سوريا كلام عون جاء في احتفال وزارة الأشغال بتدشين طريق بعبدال عينطورة الذي أعلن خلاله وزير الأشغال غازي العريض عن بدء المشاريع الإنمائية وخصوصا الأعمال على طريق بعبدال ترشيش من بلدية عنطورة المتن التدفل حزب الله في سوريا نحن بالأساس ما أننا ننقى بنفسنا متل ما قال رئيس حكومتنا ولكن نقى بنفسه هو نظريا انترك الحدود اللبنانية كله فالت وكنا دائما ندير ونقول له يا دولة الرئيس نقيت بنفسك عن حوالي سوريا ولكنك نقيت بنفسك عن عكار وعن ترابلس وعن عرسال يجب أن لا تنسى أنه عكار وترابلس وعرسال هن من لبنان مش بسوريا حن نظل بنفسك عنهم عندما نقول أربع مليار دولار كنت زفتت كل لبنان وقصبصت منهم كل لبنان أين هي هذه الأرقام في الموازنة ثم في الكلام ذات رقم 21 ألف مليار ومئة واثنين وسبعين 21 ألف مليار ومئة واثنين وسبعين يعني موازنة الدولة اللبنانية كلها وأنا نائب ووزير وأتحدث أمام زملائي ورئيسة جنة المال والموازنة يا جماعة يعني إذا كان أحدهم أو بعضهم يريد تصفي الحسابات ليس معي بطبيعة الحال وإذا كان ثمت يعني ضعف في الإطلال على الناس والتحديد المسؤوليات أنا لست مسؤولا عن هذا لا نحن لم نستلم هذا المبلغ من المال بدوره أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن المبدأ في الإنماء هو واجب الدولة أمام الناس ولا من لأحد في القيام بهذا الواجب من دون استثناء من أولى هاروني يبحث مع النائب سامي الجميل في ملف المترانين المخطفين في سوريا وتأكيد لضرورة حل هذا الملف استهل المشترك في برنامج الزعيم من أولى هاروني زياراته القيادات السياسية باللقائه النائب سامي الجميل للبحث معه في جميع القضايا الوطنية ولا سيما قضية المترانين المخطفين في سوريا اجتمعت اليوم مع الشيخ سامي بخصوص المترانين المخطفين في سوريا عم بيشتغل على الموضوع وبعدني عم بيشتغل عليه حبات من بعد الاجتماع اللي كان بالجامع بالضاحية بلش بمنطقتنا بناس قادرين يساعدوني ولقيت أهم شخص قدر يحكي عنوية هلأ والشيخ سامي يلي يعطيني المعنويات اللي لزمت لي لكفة رح يساعدني قد ما بيقدر بالمعطيات وحتى بالاتصالات وإن شاء الله بيقدر أصال لنتيجة لأنه هذا الموضوع بهمني كتير وبتمنى نقدر نوصل لأي نتيجة وهذه المبادرة ما لازم تكون طالعة من عن نيكولا أكثر ما هي لازم تكون طالعة من الدولة اللبنانية يلي هي معنية كمان بهذا الموضوع بالأخص رئيس الجمهورية يلي لازم هو يكون المبادر الأول بهذا الملف ولكن اليوم الشغل يلي عم بيعملوا نيكولا شغل كتير كبير شغل كتير مهم وأنا برأيي لازم كلنا سوى نحط حالنا بتصرفه وأكد لجميل أن حزب الكتائب كان له اتصالاته بقيادات المعارضة السورية لكنه تبين أنه ليس لدى المجموعة الخاطفة أي ارتباط بالمرجعيات الرسمية للمعارضة وبالتالي بات الموضوع أكثر صعوبة وتعقيدا كشف محتجون أتراك أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعهد تجميد خطط لإعادة تطوير منتزه جيزي في مدينة اسطنبول حتى تصدر المحكمة قرارا بشأن المشروع معتبرين ذلك بادرة إيجابية بعد أسبوعين من الاعتراض وأعلنت حركة تضامن تقسيم أن أردوغان وعد بالتقييد بالحكم الذي سيصدر في دعوة قضائية أقامها الائتلاف في مسعى لوقف مشروع إعادة التطوير وإجراء استفتاء في الخطط إذا ما أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة وقال أحد عضاء حركة تضامن تقسيم للصحفيين عقب لقائهم أردوغان أمس إن رئيس الوزراء قال إنه إذا جاءت نتيجة الاقتراع العام مؤيدة لترك الساحة منتزها فأنهم سيتقيدون بها مشددا على أن تعليقات أردوغان بأن المشروع لي يجري تنفيذه حتى يصدر القضاء قراره هو نتيجة إيجابية لاجتماع ليلة أمس الذي ضم إلى أردوغان ثمانية ممثلين وفنانين وعضوين من حركة تضامن تقسيم الذي ينسق الاحتجاجات تظاهرة في الأردن تطالب بالإصلاح خرج مئات الأردنيين عقب صلاة الجمعة في تظاهرة نظمها ائتلاف العشائر الأردنية بمشاركة حركة الإخوان المسلمين هتفت بسقوط النظام وحذر المتظاهرون من رفع الأسعار وطالبوا بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب إضافة إلى المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد والفاسدين وإطلاق سرح معتقليل احتجاجات حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية نقول لهم ابدأوا اليوم ونادوا معنا في الإصلاح وعملوا معنا للإصلاح حتى لا يدخل الأردن لا خدر الله في نذكاً مظلم لا يحمد أخطاء لا يسلم منه حتى الباس النظام أمريكا التي تريد أن ترسم الشرق الأوسط الجديد وجود القوات الأمريكية بالتأكيد لخدمة وحماية الأمن الصهيوني وليس لحماية الأردن ونحن لا يشرفنا أن نكون أتباع لأمريكا ولا لغيرها وهاجم المتظاهرون الثورة العربية الكبرى التي قام بها الشريف حسين حاكم مكة على الدولة العثمانية في حزيران عام 16 ووصفوها بالثورة العبرية كان في النشرة نصر الله في يوم الجريح نحن ما منبعد شبابنا على سوريا ومنقول عم نوزح حليب وبطانيات الجديد في قلب حمص نحن بغتناهم ما شافنا إلا بيناد وحي الميدان حياة رغم الموت مع الجيش ما حدا بخاف واشنطن تقرر تسليح المعارضة وأوروبا تعارض إقبال واسع على انتخابات ساخنة وكان في الخاص الامتحانات غير الانتخابات اختيار كل مراكز الامتحانات مبعيدة عن أي منطقة ممكن من قريب أو من بعيدة تشكل حالة أمنية كان هذا كل شيء حتى الساعة الموعد الإخبري المقبل يأتيكم عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا